شرف مصر أمانة في عنقكم ولقد أديتم الأمانة وصنتم الكرامة ليس لمصر أختها وإنما لأمتكم العربية بأكملها يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا مرتفعة راياتنا الشهيد إبراهيم عبدالتواب قائد أبطال كابريت ولد الشهيد العقيد إبراهيم عبدالتواب سنة 1937 في أسيود وتخرج في الكلية الحربية سنة 1956 وشارك في حرب اليمن وعين مدرس بالكلية الحربية سنة 67 وتولى رئاسة أركان إحدى مجموعات الصعقة حتى كانت بطولته في قيادة الكتيبة 603 مشاء أسطول في حرب أكتوبر 73 حسن الختام لمشوار بطل تمسك حتى النهاية بالأرض التي استردها رجاله في أصعب الظروف نجحت الكتيبة في السيطرة على نقطة كابريت الحصينة بعد سقوط دفاعتها ولأن العدو يدرك الأهمية الاستراتيجية للموقع الذي يتحكم في كافة التحركات بين السويس والإسماعيلية كافت في العدو هجماته المضادة على أبطال الكتيبة 603 وفرط حصار لمدة 134 يوم لكن أبطال الكتيبة بقيادة العقيد عبدالتواب تمسكوا بتوجيهاته ووصيته وقالوا لن نتراجع عن خطوة خطوناها للأمان تحملوا انقطاع الإمدادات وتقاسموا بقايا الطعام ولجأوا إلى تقطير مياه القناة المالحة لري عطشها وفي إحدى الغارات العنيفة للعدو في 14 يناير 74 استشهد العقيد عبدالتواب قبل أربعة أيام فقط من توقيع اتفاقية فصل القوات وفك الحصار عن السويس وعن كابريت التي دافع عنها الشهيد عبدالتواب حتى آخر نفسه اشتركوا في القناة